السلام عليكم عليكم السلام عليكم في سلسلة جديدة استطلاع رائع حول ما نصار تحت عنوان الارهابيون القدر المثقفون باسم الديمقراطية والعلمانيون وكل من ضد إرادة الشعب وضد إرادة القوة الشعبية عاملين حملة ضد الشعب المصري كله وعلى أصول القوات المسلحة المنساء على الكرس المسلحة إرهابهم في موضوع الدستور أولاً ما رأيك في هذا الموضوع؟ بسم الله الرحمن الرحيم اللي بيحدث في مصر الآن هو ديكتاتورية الأقلية هو محاولة فرض أقلية رأيها بالقوة وبالإرهاب وبالاستبداد وبكل ما تملك من أليات إعلامية وتهديد وتخويف لنظمات وهيئات الدولة وسلطات الدولة في ظل وضع النظام السياسي فيه مختار وغير مستقر فميستخدموا كل ما يملكون من أليات لتخويف نظام الدولة بعدم الاستقرار الأكثر والفوضة الأكثر لمحاولة فرض رأيهم على المجلس العسكري وعلى الشعب الخير من المعلوم أن الشعب اختار بإرادة حرة وفي استفتاء نزيل المفق على المادة 189 التي جاء فيها أن انتخابات البرلمان يكون شهر ستمبر وأن البرلمان المنتخب ينتخب هاية السيطرة الدستور لما وجدوا أن الأغنبية اختارت هذه آلية في انتخابات في عام شهر ستمبر ودستور يضعوا البرلمان فزعوا وانتبغوا القلق وأخذوا الصدقون في كل مكان وخوفون الناس فرفعوا الشعرين أولا تأخير الانتخابات ثم الدستور أولا الدستور أولا معناه سقوط لكل معايير الدموقراطية معناه سقوط لكل اعتبار قانوني معناه سقوط لكل اعتبار دستوري معناه سقوط الاستقرار ليه؟ لأن الأهلية التي اتفق عليها الشعب في الاستقرار بالانتخابات وتأسيس هيئة الوضع الدستور هي ضمان الاستقرار في شكل منظم الوضع الدستور عبر برلمان لكن معنى أن قلة الآن تختار فيما بينها وضع الدستور هو افتئات والكفاف على بط الشعب والدستور ومعناه أنه استضم بالشعب ومعناه أن هذا الدستور لن يستقر لأن الشعب لن يرضى عنه وسوف نعيش في القلابات الدستورية كل فترة أخرى المعنى العام والمشهد العام سوف يتحول إلى اضطرابات في المصر سوف يتحول إلى الصحف اليوم تفضل صاحب تفضل المسألة الثانية الدستور أولاً معناه هو ورائه خلف كلمة الدستور أولاً هو محاولة وضع دستور في قيود شديدة جداً على الإسلاميين القادمين في انتخابات البرلمان أو المرشعين الانتخابات الأسلية لأن تلك القلة لما تضع دستور هتضع فيه قيود على سلطات رئيس الجمهورية إما انتجع رئيس الجمهورية سلطات مقايدة أو تجعله رئاسة شرفية والبرلمان ونظام الحكم يكون برلمانية دي مسألة المسألة التانية على البرلمان القادم في إسلاميين سوف تجعل الدستور كما هم طالبوا لا وجود الهوية العربية والإسلامية فيه ولا وجود الإسلام فيه ومحوا هوية الإسلام فبالتالي أي قانون يصدر من البرلمان فيه إسلاميين حيقابلوا بطلان من المرجعية الدستورية في هذا الدستور اللي هم وضعوه المسألة المهمة جدا الدستور اللي عايزين يضعوه الدستير اللي بتضع بهذه الطريقة ضد ربط الشعب هي الدستير اللي المعروف فقط الدستور والدستور الملحة اللي بيمنعه الملك أو بتمنعه السلطة لمجموعة من الهائة تأسية بتاع الدستور من المعلوم إن دستور الملح حفقه الدستوري هو أخطر أنواع الدستير ليه؟ لأن الذي أعطى هو الذي سوف أخص واللي منعه هو الهائة فبالتالي هو دستور غير مستقر مطلقا بأي طريقة كانت المسألة الأخطر في الدستور أولاً أنه معناه إلغاء إرادة الشعب المصري وفرض إرادة أقلية لأفكار وإدراجيات مخالفة للنظام العام والهوية العامة للشعب المصري المسلم بكل طريقة هم يحاولون فرض ما يردونه المصريين والأغلبية في هذا الشعب من حبها لمصر ومن حبها لوطنها لا تقوم برد فعل ليس خوفاً وليس محاولة منها أو مجاملة أو تضامناً مع تلك الأقلية ولكن عدم وجود رد فعل شعبي قوي لابد أن يفهم هؤلاء أنه حرص على استقرار مصر وليس مجاملة ولا تضامناً ولا خوفاً مع الأقلية إنما هو حرص إن الأغلبية لو خرجت في الشوارع معناه أن تلك الأقلية الفوضوية ممكن تستخدم وتزيد المشهد الأمني الفلاتاً ويعود المشهد الأمني إلى الفلات أكثر خطورة على استقرار وهم اللي عايزينه في المخطط إن الأغلبية تخرج من صمتها تخرج من وقارها وتخرج من استقرارها إلى مرحلة الخروج للشوارع فاستغلوا مرحلة الخروج للشوارع ده السوضة فبالتالي يفرض مسألة تأخير الدستور والأخير للانتخابات لأن الوضع أصبح فيه فوضة لا حد لها أعلن الدكتور عصام الشرف في القاومة عن نجيل سويرس أنه موافق على المستوى الشخصي أن الدستور أولاً ما تعليفك على هذا؟ الدكتور عصام الشرف تعليقي أنه لا يصلح رئيس الوزراء المصر المطلقة الرجل على المستوى الإنساني رجل ينال كل الإعجاب ولا شخصياً أقدر إنسانيته وأقدر هدوءه ولطفه ولكن لكل منصب مقاومات وكفاءات وشروط لابد من تحقيقها حتى تتوفر هذا الشخص لهذا المنصب عصام الشرف لا يصلح لمنصب رئيس الوزراء لم يكن له موقف حاسم وحاسم في إدارته لمجلس الوزراء حتى الآن إنما الواضح أن مجلس الوزراء برأس سينه رأس عصام الشرف رأس سيح الجمل فبالتالي الأمور غير منتظمة ومشت غير سليم في مجلس الوزراء عصام الشرف سمح بإسهال تشريع مجلس الوزراء والأصل فيه أن حكومة مؤقتة لتسيير وإدارة الأعمال في فترة مؤقتة حتى يستقر النظام بسياسة مصر لكن الأسف الشديد هو يعمل مع يح الجمل كأنه حكومة أبدية مؤبدة في حكم مصر ثم مسألة تصريح وزراء شخصي جائز ده فقط من منطق حرية الرأي أن يصرح به مع أولادي في المنزل أو على مئلة الطعام أو عندما يلعب مع أولادي أما خارج منزله فلا يمكن بأي صورة من الصور الدستورية والسياسية قبول أن يصرح رئيس الوزراء بتصريح يخالف أرادة الشعب المتقل هذا التصريح يخالف منصبه يخالف الدستور يخالف الوطنية التي تملي عليه في منصبه أن ينصع الأرادة الشعب بالنسبة لك تريح الجمل هل تعيينه كان مقصود به تخريب كل ما هو إرادة شعبية يخالف الجمل لغم تركها حسن مبارك واحمد شفيق للثورة وهذا لغم متعدد الانفجارات ولغم كل يوم له انفجار في وده الثورة وهو لوحد يخالف الجمل صورة مضادة بخلاف الآخرين الذين يقومون بصورة مضادة فيها الكسيرة جدا فأعتقد أن حسن مبارك نجح في زرع يخالف الجمل ليقوم بأكبر صورة مضادة لصورة التحرير اللي قام بها الشعب 25 وحتى لقى افتاقت على الواقع كل إنسان يراجع ما قام به يخالف الجمل ضد الثورة ضد رط الشعب ضد إنجازات هذه الصورة سوف أجد أن الرجل في الصف المناوق للثورة بيتصريحاته أو بأفعاله أو بتشريعاته أو بأفعاله السياسية أو أفعاله التنفيذية اللي مسندة إليه في منصب نائب رئيس المنجل السعر يحي الجمل أنا بس عايز عليك تعاليك سريع جدا مسألة تقديمه استقالته وقبول إعصام الشرف على مضى ثم رفض المشير أنا بقول إن دي عبارة عن تمثيلات التنحي اللي قام بها عبد الناصر في 67 يحي الجمل متأثر بالحكم الناصر المتأثر بحكم علاقته عبد الناصر دي التمثليات الناصرية فبقدم لنا نيولوك جديد دي تمثيلات التنحي إنه أقدم استقالة وإن عصام الشرف قبله على مضى وإن المشير رفض وإن هو نتيجة رفض المشير فبيعجع نهزل استقالة أنا بقول له إرحل